أهلا بكم مشاهدين ونفذتنا اليومية لمتابعة التطورات في السودان والبداية من التطورات الميدانية إذ تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر غربي البلاد وقال شهود عيان الجزيرة مباشر إن فجارات قوية سمعت بأحياء الشجرة وجبرة المتاخمة لسلاح المدرعات جنوبي الخرطوم جراء الاشتباكات بين الطرفين بمحيط القاعدة العسكرية وضف الشهود أن الجيش قصف بالمسيرات مواقع للدعم السريع بأحياء الصحافة والمجاهدين جنوبي الخرطوم فيما استهدفت الأخيرة بالمدفعية مواقع للجيش شمال مدينة أمدرمان غربي العاصمة في الأثناء فدت مصادر محلية للجزيرة مباشر بأن الجيش قصف بالمدفعية مواقع للدعم السريع شمال شرقي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال درفور وذكرت المصادر ذاتها أن مقاتلة حربية تابعة للجيش أغارت ظهر اليوم على مواقع للدعم السريع شرقي المدينة في حين سمعت أصوات مضادات الأرضية تابعة للدعم وهي تحاول تصدي للمقاتلة أعلن رئيس الوفد الحكومي السوداني في الاجتماعات التشاورية مع الوفد الأمريكي في مدينة جدة محمد بشير أبو نمو انتهاء المشاورات دون الاتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جناف وأوضح رئيس الوفد الحكومي السوداني أنه لم يتم الاتفاق مع الجانب الأمريكي بشأن مشاركة الوفد الحكومي في مفاوضات جناف سواء كان الوفد ممثلا للجيش بحسب رغبة الجانب الأمريكي أم ممثلا للحكومة بحسب قرار الحكومة من الآن وصاعدا وأضاف أبو نمو أن الأمر متروك في النهاية لقرار القيادة بتقديراتها وتابع هناك بالتأكيد تفاصيل كثيرة قادتنا إلى هذا القرار بإنهاء الحوار التشاوري دون اتفاق من جانبه قال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني عضو الهيئة القيادية بتقدم خالد عمر إن تصريحات رئيس الوفد الحكومي لمشاورات جدة حملت موقفا مخيبا لآمال الملايين من السودانيين ممن شردتهم الحرب كما حملت توصية لقيادة القوات المسلحة بعدم المشاركة في مفاوضات جناف مشيرا إلى أن هناك أطرافا في معسكر القوات المسلحة تتخذ مواقف ضد الحل السلمي التفاوضي لأسباب عدة ليس من بينها نظر لمعاناة الشعب السوداني مضيفا أن تلك الأطراف تروج للحل العسكري للنزاع الذي لم يقدم للناس سوى الموت والضمار والتشرد بحسب تعبيره وأوضح نائب رئيس حزب المتمر السوداني أن الخيار الآن لدى قيادة القوات المسلحة بأن تنظر لملايين السودانيين الذين يتطلعون لمفاوضات جناف كبارقة أمل تنهي معاناتهم قال رئيس تحالف الحراك الوطني بالسودان نتجاني سيسي أن مفاوضات جناف يجب أن تتأسس على ما تم الاتفاق عليه في جدة مع وقف الدعم الخارجي وفصل المحور السياسي وعدم تجاوز حكومة السودان وأكد سيسي في منشور عبر منصة تيكس بأن المدخل السليم لتسوية الأزمة السودانية هو العودة إلى الجدة وإنشاء مظلط تضم الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة لتوحيد مبادرات المحور السياسي وأضاف بأن المخاطر والمهددات الخارجية وتدخلاتها هي السبب المباشر لاندلاع الحرب التي يتطلع الشعب لوقفها ومعالجة آثارها معربا عن أسفه من أن الجهود المبذولة لإيقافها متعددة وغير متناسقة ما يسبب إطالة أمدها دعا رئيس حزب الأمة بالسودان مبارك الفاضل قائد الجيش عبد الفتح البرهان إلى إرسال وفده لمباحثات جناف باعتبارها الفرصة الأخيرة لوقف الحرب وتنفيذ اتفاق جدا لإخراج من وصفهم بالميليشيا من الأعيان المدنية وإعادة النازحين واللاجئين إلى منازلهم وحقن دماء أبناء الشعب السوداني وقال مبارك الفاضل أن قواعد العمل في الحكومة تفرض على أي مسؤول حكومي أن يقدم تقريره لرئيسه وأن لا يصرح بنتائج المباحثات التي شارك فيها مشيرا إلى أن إعلان مقاطعة المفاوضات في الجناف من قبل رئيس الوفد السوداني يعتبر تصرفا غير مسؤول ويمثل رأيه الشخصي بحسب تعبيره قال وزير المالية السودانية رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم بأن المؤامرة الدولية التي تستهدف السودان محكم عليها بالفشل وأضف جبريل في مشهور له على منصة X نبارك للقوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية النصر المبين في فاشر السلطان وفي الفعر ينضم إلينا عبر الإنترنت من لندن خالد العيسر الصحفي والمحلل السياسي أهلا وسهلا بك سيد خالد هل هناك أي مبرر حتى لا يشارك الوفد السوداني في مفاوضات جنف في البدء التحية والاحترام لك ولمشاهدكم والكرام بالتأكيد دعينا نثبت هذه الجزئية في البدء ربما يتحدث الناس عن ضرورات المشاركة وهذه هي الروحة العامة في السودان ليس هناك أي طرف سوداني في هذه الحرب من الفريقين والشعب السوداني كافة يزعى لوقف الحرب ولكن الخلاف حول شروط كيفية وقف الحرب لا يمكن أن توغف الحرب وتعود إلى حوالنا ما كان عليه الحال قبل 15 أبريل بعد كل هذا الدمار والخراب وبالتالي جميع على توافق بضرورة وقف الحرب ولكن وفق الشروط التي تخدم السودان وشعبه وكل الذين قبضوا على جمر هذه القضية وتضرروا من هذه الحروبة التي استطالت أيامها ليس فقط هذه الحرب التي تجري الآن وبالتالي هناك مبرر الموضوع لضرورات فض الشروط الحكومية الرسمية التي تتحدث باسم الأمة السودانية الذي رشح من خلال حديث الوزير أبو نمو وهو ممثل شرعي للحكومة السودانية ولا يتحدث بصفته الشخصية كما تفضل السيد مبارك الفاضل أبو نمو زهب رئيساً لوفد المفاوض ولا يمكن أن يغدم على خطوة كهذه ويصرح بصفة شخصية وليس بصفة رسمية هذا ابتداء وذكر أن إصرار الإدارة الأمريكية على مشاركة السودان عبر وفد عسكري في مغابل إصرار السودان على مشاركة الحكومة كحكومة السودانية وهذا أمر موضوعي الإدارة الأمريكية ظلت تلعب هذا الكرت منذ فترات طويلة ولكنها أخيراً اعتدلت لكي تستدرج الوفد للحضور إلى جد عندما صرحت بأن الإدارة الأمريكية ستتعامل مع الرئيس البرهان باعتباره رئيس مجلس السيادة ولكن بالأمس تحدثت عن عدم مشروعية الأطراف التي ستتفاوت في جنيف وبالتالي هناك أسباب لم يعلن عنها وذكر ذلك في تغريدته ولكن الرشء الذي يمكن أن يقال في هذه المرحلة أن الإدارة الأمريكية تريد أن تمرر أجندات تتصل بالالتفاب على ما تم التوقيع عليه في جدة بحكم أن جدة فيها التزامات واضحة وصريحة ما هي هذه الأجندات عندما يكون الموقف الأمريكي وحتى الدولي الآن واضحا بأنه يجب على الحرب في السودان أن تتوقف ما الذي يمكن أن تكون تنطلع عليه هذه الأجندات سيد خالد دعينا نكون شفافين أيضا الإدارة الأمريكية وهذه ضرورة ملحة لتوضي هذه الرؤية هي كانت طرف أصيل في جعل الحرب في السودان بل ظلت صامتة لا أكثر من عام ونصف وتروج إلى فكرة أنه لا منتصر في هذه الحرب بل أغلغت كل المنافذ التي يمكن أن يمرر من عبرها يعني ما الذي يجعل الإدارة الأمريكية غادرة على إرسال سفون الآن إلى إسرائيل في البحر الأحمر ومرورا بباب المندب وقناة السويس وتمر عبر بورسودان مينا بورسودان ليلة نهار البوارج العسكرية الأمريكية ما الذي يبرر مرور بوارج العسكرية المحملة بالطائرات لكي تقتل الأمة الإسلامية وتمر عبر مطارات لمواني بورسودان دون أن تأبه لإرسال مساعدات يعني هناك خلل كبير في التفكير الأمريكي هي التي شاركت في سياغة الاتفاق الإيطالي وهي التي دعمت مجموعات قليلة لا تمثل الوجدان الأمة السودانية ولا الغالبية العظمية منها الشعب السوداني عندما دعمت مجموعة قليلة من قوة تغدم لكي تتصدر المشهد إدارة الأمريكية تمارس دعواراتية تحقق غراغباتها وبالتالي وهذه جزئية مهمة الإدارة الأمريكية تريد أن تشرق أطراف مشاركة كعداء للأمة السودانية لكي يكونوا مراقبين وأنا أتحدث صراحة كل الالتفاف الذي تم على اتفاقية جدة التي وافق عليها السودان هي محاولة إخحام بعض الدول وعلى رأس دولة الأمارات العربية المتحدة في مفاوضات جنيف لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لكي تنتغل منصة الحوار من جدة إلى جنيف إلا هذه الجزئية التي هم لا يريدون أن يتحدثوا عنها صراحة وحتى انتغاده من انتغاد خجول عندما يتحدث المبعوث الأمريكي بالأمس في غانات تلفزيونية أمريكية عن أنهم يرفضون تدخل بعض الأطراف في الحرب السودانية وذكرت بالاسم روسيا وإيران والأمارات ويجب أن يسأل نفس الثوال الموضوعي الحكومة السودانية تمثل سيادة الدولة من حق أن تتعاون مع روسيا ومع إيران ومع كل دولة شاهد لكن هل من حق أي دولة في العالم أن تدعم مليشيا متمردة تغتصب وتنتهك حرومات الناس وتنهب وتقتل في الأبرياء وصنفت في عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوقها إنسان أنها تمارس ممارسات تجافي الغانون الدولي الإنساني أمنيست انترناشنال منظمات الحقوقية كلها في العالم الصحافة الغربية البرلمان البريطاني تحدث فيه من تحدث الكونجرس الأمريكي ما الذي يبرر شرع شكرة أن تدعم دولة عربية إسلامية مليشيا تغتصب وتنهب الدول أما روسيا هي تتعامل مع دولة وسيادة الدولة ولمزية الدولة ولديها سفير في الخرطوم هل هي السفير أماراتي أو أي دولة من الدول التي تدعم المليشيا موجود في منطقة من مناطق السودان التي يسيطر عليها الدعم السريع حتى تكون الآن الصورة واضحة لنا هل بحسب المعلومات التي لديك الموقف الذي صدر عن الوزير أبو نمو هل هو موقف رسمي هذا هو الموقف الأخير لوفد المفاوضات أم أنه قابل للمراجعة أنا في تقدير الشخصي أن كل ما صدر عن الوزير أبو نمو هو بتوافق تام مع غيادة الدولة ولا يستطيع كائن من كان يشكك في رمزية رئيس الوفد السوداني هو تحدث بموضوعية عن أن هناك شروط والتزامات ستفسع عنها الدولة هو لا يريد أن يخوض في التفاصيل ولكن حزب المعلومات التي نمتلك أن مشاركة دولة الأمارات هي سبب أساسي في فتح هذا الحوار لأن الإدارة الأمريكية تلح وتصير عبر التفاهمات عغدتها مع دولة الأمارات لكي تشركها في مفاوضة جنيب مغابل أن يزدل السودان ستارة ملاحقة الغضاية الدولية يعني هي تقول أنه كدولة مراقبة عدة دول مراقبة هناك دول وسيطة وهناك دول مشاركة وهناك دول مراقبة وسأعود إلى هذه النقطة معك ولكن دعني فقط أرحب بضيفي السيد بكري الجاك الناطق الرسمي باسم تنسيقية تقدم الذي يحدثنا منك مبالا أهلا وسهلا بك سيد بكري كيف تصف الوضع الآن خاصة بعد تصريحات الوزير أبو نمو حول المفاوضات جنيف تحية لك يا سيدتي والمشاهدي كاينما كانوا أعتزل للتأخير لأسباب فرنية دعني أقول أولا أن الذي حدث اليوم هو يكاد يكون الثاني أكبر صدمة تقبلها العديد والملايين من السودانيين بعد الحرب في 15 أبريل ظلت الأسابيع الماضية أن الجميع أنا وحددك ويتصل به العشرات الناس في كل ساعة يسألون عن مصير المفاوضات أعتقد الحديث أو التصريح الذي أبداه السيدة أبو نمو رئيس وفد حكومة الأمر الواقع أتى مخيبة للأمال وجعل الكثير من الناس الآن تعيش حالا من الإحباط وعدم معرفة ماذا سيكون مصير واقع على البلاد أنا بصفتي ناطق بصغيرة القوات المراطية المدنية وناشد الأخير أبو نمو وناشد كيادة القوات المسلحة أن يسحبوا للتفاوض أن لا خيار سوى التفاوض أن نوضع الشروط والعلاقية وأن هذه العملية مهما كانت هذه الشروط سواء كانت تبدو موضوعية منطقية في نظرهم أو كانت تبدو بالاستحقاق سيادة للدولة أو أي كان الأمر في تقديري زهاب إلى التفاوض هو ما يطالبه الشعب السوداني الزهاب إلى التفاوض والوصول إلى وقفة لغنار عادل هو ما يترجاه الجميع إغاثة 9 مليون مواطن سوداني يموتون الآن عشرات الملايين الآن يعدون من الدول التي نزحوا إليها بحثا عن الأمان لأن لهم نجد هذا الأمان أتمنى أن يكون هناك راشد بين هذه القيادة وأن لا يتمسك بقضايا جانبية يمكن أن تحل في منابل أخرى لا يمكن أن تحقق في تفاوض لوقفة لغنار كل الشروط التي تتعلق بالدولة السودانية خلافات سيادية وسياسية مع دول أخرى لا يمكن أن تكون أن تعرف في حالة خصاب مع الإيقاد والاتحاد الأفريغي ودول الجوار والعالم وتعتقد أنك يمكن أن تغيث يعبك أنا أتمنى هل ضمن هذه الشروط سيد بكري هل ضمن هذه الشروط أو ضمن الأعذار التي يمكن أن تقدمها الحكومة السودانية ما يبرر عدم مشاركتها بمفاوضات جانب بالنسبة إليكم دعينا أقول لا يوجد أي شرط يمكن أن تتقدم به حكومة الأمر الواقع سيكون مغنعا لي أو لأي مواقع سوداني دعينا أن أمتك هذه الشروط طالبت الحكومة السودانية الوسيطة الأمريكية بأن يتم مخاطبة الفرغ عبدالفتاح البرهان كريس من جسد السيادة وليس فقط غايدة للعمل للجيش طالبت حكومة الأمر الواقع أن يتم قبول الوفد السودان كممثل لحكومة السودان ولم ترفض الإدارة الأمريكية ولكنها قالت أن يكون هذا الوفد على رأسته قيادة الجيش لأنها تتطلع إلى الوصول إلى أمر دائم بقية الشروط عن أن لا تشارك مصر وتشارك العمارات بصفة المراقب هذا حديث حقيقة ليس له معنى أنا تعجب إذا كان الأمر هو عدم مشاركة العمارات أو مصر أو ليس من العقل إذا كنت أنت بتتهم طرف أنه يدعم طرف آخر أن يكون هذا الطرف مراقبا حتى تضمن أن الجهة التي تعتقد أنه يقوم بدعمها أن يلتزم أعتقد هناك حكمة من موقف الولايات المتحدة في أن توسع دائرة مشاركة الدول كمراقبة ومشاركة الإيقاد والاتحاد الأفريق ونحن ظلنا نطالب بذلك نزمدة من أننا لابد من توحيد هذه المنابر لا أعتقد أن هناك شرط واحد موضوعي ودعينا أقول لك بإمكان الحكومة الأمر الواقع في السودان أن تجري استفتاء في أي مكان في معسكة اللاجئين في معسكة النازحين وتسأل إذا كان السودانيون الآن يقفون مع هذا الموقف برفض التفاوض إلا بتحقق كل الشهور هذا أمر حقيقة مخيب للأمال لا يمكن أن تشترط قبل التفاوض يمكن أن تسأل التفاوض وتضع أي جند أن تراه مناسبا ليكون ضمن جند التفاوض لا يمكن أن تقول لأنا لا أسهب إلا لكذا وكذا وكذا هذا مضر لا يفيد وهذا ما لا ينتظره الشعب السوداني الشعب السوداني ينتظر مفاوضات ناجحة صادقة بقلب مفتوح من أجل وصول إلى سلام نعم هذه النقطة كذلك أنقلها للسيد خالد سيد خالد أليست الشروط التي تعترض عليها الآن الحكومة السودانية القوات المسلحة كذلك هي شروط شكلية ويجب أن ينصب الموضوع الآن على وقف الحرب وهذا لا يمكن أن يتم إلا عبر المفاوضات أما باقي التفاصيل فهي ليست جوهرية كما يقول السيد دالجاك دعينا نعود بالأفكار لما كان عليه الحال في بدايات الحرب الجيش السوداني شارك بصفة الجيش السوداني في جدة في مايو 2023 ولم يطالب وقتها بضرورة أن يكون ممثلا لمشاركة مجموعات أخرى بخلاف ممثل الحكومة بخلاف الجيش السوداني لأن الحرب عندما بدأت في بواكير أياما انتلعت بين غد رقام به الدعم السريع على المؤسسة العسكرية ممثلة في الجيش السوداني وبعض القوى التي الآن استفض إلى الشعب إلى جارب الجيش السوداني هي توثل السواد العظم من أم السودانية غاطبة بالإضافة إلى غوات حركات الكفاحة المسلحة الموقعة على سلام جبا إذن الأحوال تحولت في السودان هناك من يشاركون ويقدمون التضحيات وفاعلون جدا في الحكومة السودانية كما هو حال حركات الكفاحة المسلح كما هو حال لجان المغاومة الشعبية هذه تمثل سيادة الدولة هذا ابتداء السودان لا يرفض على الإطلاق أن يكون هناك شركاء مراغبون سواء كان قطر مصر روسيا تركيا اليابان أمريكا نفسها ولكن نشطرت وجود عدم مشاركة دولة الأمارات لأنها تدعم بالسلاح والمال والعتاد والمعينات كلها هي عدو رئيسي لا يمكن أن تجلس في خارق المراحل هذه النقطة رد عليها سيد الجاعر هذه النقطة تحديدا دعيني أجيبك أضيف لك ولدينا في السودان مساءلة وملاحقة قانونية هناك غضايا موجهة لمجلس الأمن وللمحاكمة الدولية لكي تفصل في التدخل الأماراتي إذن ليس من العقل أن تأتي بمن أنت رفعت ضد دعوة قضائية على سوح القضاء العالم لكي يكون طرفا محايدا أو مشاركا أو مراقبا لتنفيذ اتفاق ليس من العقل أن تبعد هذا الطرف وأن تقبل بكل الأمة السودان لم يرفض اليمن ولم يرفض السعودية ولم يرفض مصر ولم يرفض تركيا ولم يرفض كل غطر هذه الدول قدمت نمازج أخلاقية في علاقات متوازنة مع الدولة السودانية الحديث عن أن إزباغت سبقة الدعاة للحرب والبلابس كما يسمون لكل من يدافع الوحدة السودانية وإرادة السودان وسيادة وهذه فكرة خاطئة أول مبادرة يا أستاذة كتمت في على الصعيد الداخل السوداني قبل ميلاد تغدم نفسها التي يتحدث بها ضيفك الكريم باسمها الآن هي مبادرة الدكتور الجزولي ضفع الله رئيس الوزراء الأسبق وتغدمت بها إلى قوات الدعم السريع وإلى الجيش السوداني وقتها ولم يردوا ولم يتفاعلوا معها ضمن هذه المجموعة التي كتبت هذه المبادرة كنا نحن أنا كان يسمي من ضمن الموجودين وما ساهمنا فيها إذن أنا أتحدث من منطلغات ناسخة أننا نسعى لوقف الحرب في السودان هناك من يرى سيد خالد هناك من يرى أنه حتى تقف الحرب سيد خالد هناك من يرى حتى تتوقف الحرب طالما أنكم تكلون الاتهامات لأطراف معينة هناك من يقول بأن وجود هذه الأطراف في المفاوضات هو يخدم وقف الحرب وليس ضدها لما لا تبعد هذه الأطراف وتوغف دعمها بالسلاح والمال والدعم السياسي وتعطيل المشاريع التي تغدمت بالأم المتحدة فيها على تحالفات الأمارات سعت لكي تمارس بريطانيا حاملة القلم نفوز داخل مجلس الأمن توغف غرارات تتصل بمناشدة السودان لمجلس الأمن النظر في غضايا فتحت معسكرات حسب الأمم المتحدة لجنة الخبراء وحسب المراغبين الدوليين وحسب المنظمات الحقوقية أقامت معسكرات وأرسلت مئات الطائرات المشونة بالأسلحة كيف يعقل أن تجدوا هذه وهي تدعم الدعم السريع يجب أن تبتعد إلى أن يتفق الدعم السريع باعتباره مكون سوداني برغم التحفز على وجود بعض العناصر المرتزغة ولكن في غيادات الآن بعض من الكوادر السودانية التي يمكن أن تكون أحرص على الوصول إلى اتفاق سلام مع الحكومة السودانية أكثر من الأمارات نفسها التي دعمتهم بالمال والسلاح ووقعتهم في هذه التهلكة التي هم أكثر من تضرر منها بخلاف الضرر الذي وقع على المناطق التي هم حاولوا أن يتحدثوا بإسماء وبالتالي دور الأمارات مع السوداني من يكون في ساحات غير تلك التي تدعو إلى السلام لأنها كانت داعية لدعم الشرور والقتل والاختصاب والنهب وتدمير السودان إذن السودان مبررا يرفض فكرة دولة الأمارات وأمريكا تلح أنا أعلم ذلك جيدا بالمهاسبة أنا أعلم أن من القضايا الأساسية التي انتهت بهذا التفاوض الذي عغد في جدة إلى الفشل أن الإدارة الأمريكية لديها صفغة سرية مع الأمارات لكي تضغط فيها جلبة إلى تفاوض هذه نقطة واضحة حتى لا أتفقت على ضيف سيد بكر الجاك واضح سيد بكر الجاك أمام تعوييل كثير من الأطراف على مفاوضات جنيف بحسب ما ظهر حتى اللحظة من مواقف إلى أي مدى يمكن القول بأن مفاوضات جنيف قد فشلت الآن لا يوجد مفاوضات ليس صحيحا تحدثت قبل قبل أقلم الساعة مع البعوث الأمريكي في الذي يقوط الوساطة والذي التقع بالوفد ما زالت هناك شعورات تجري بين الوسيطة الأمريكية والحكومة الأمر الواقع في برسودان وبين قيادة الجيش لا أعتقد محدثك يتحدث عن تحليل وليس حقائق القضايا التي طرحها وفد حكومة الأمر الواقع لم تكن فقط مزالت الأمارات طرحوا من نوع من القضايا التي طالبوا بأن يتم تعديل الموقف الأمريكي فيها وكان رد رؤية المتحدة الأمريكية أنها تقبل لمشاركة الجيش على أن يكون هذا الوفد بقيادة من القوات المسلحة حتى ولو كان بيسمى القلة الحكومة السودانية في تقديري هناك بعد عمل دبلوماسي ما زال يجري من خلف الكواليس هناك اتصالات تبقى ثلاثة أيام ومن المتوقع إذا ظهرت هناك بادرة أمل أن تعقد هذه المفاوضات وبتأجيلها يوم أو يومين أعتقد ذلك سيتم في تقديري أن حتى المحاولة إذا لم تنجح من المرة الأولى العمل الدبلوماسي عمل تراكمي أنا أتمنى أن يكون للإدارة الأمريكية الوقت للعمل في هذا الملف لأنني لا أرى وسيطا جادة حتى الآن باستثناء الولايات المتحدة عما قريب ستدخل الولايات المتحدة في دوامة الانتخابات الداخلية وربما سيكون لذلك تأثير سلب على الاهتمام بلملف السوداني في تقديري ما زالت هناك فرصة في تقديري من يستمع على أصوات السودانيين الآن يعلم أن ما يتلحق به عقول ونفوس السوداني والسنهم الآن هو السلام هو الوصول إلى صيغة تنهي هذه العذابات الحديث عن القضايا ذات الكرامة والشروط في الحروب عادة لا بد أن يتنازل الناس قليلا عن بعض مطالبهم من أجل شراء المستقبل الحديث عن من فعل وماذا فعل يمكن له مقام آخر ويمكن أن نتحدث عن ماذا فعل الدولة السودانية حينما كانت لها القوة والقدرة في تغيير الأنظمة وفي تبني جيوش في دول الجوار نحن نعلم التاريخ ونعلم أن دولة الانقالس حينما كان لها القدرة حاولت حتى اغتيار رؤساء وتفجير السفارات أنا أستغرب أن يتحدث شخصا باستغراب عن أن هناك دول تحاول أن تدافع عن مصالحها في دول أنا لا أدافع عن فكرة أن دولة من حقها تعتدي على دولة ولكن هذا يحدث هناك حروب بين دولة الآن لا تعطي دولة وتقول لنا سوف ألان أكبر بذلك وذلك التفاوض هو من أجل البحث بهذه القضايا بما فيه القضايا الأغلمية والدولية رجاي أن أتمنى أن يكون هناك عاقل أن يفكر في مصير الشعب السوداني أن يفكر في مصير التسعة مليون مواطن سوداني الذين واجهون خطر الموت الآن وأنا ما زلت أتطلع إلى أن يكون هناك أمر إجابي لم يأس بعد وأؤمن أن هناك الملايين من السوداني الذين يصلون هذا أعتقد والصيغة بالنسبة للقوات المسلحة هو من ضمن الشروط التي تراها القوات المسلحة لحل الأزمة السودانية هو خروج قوات الدعم السريع من منازل المدنيين وهذه الشروط يراها الكثيرون بأنها مشروع طبعا لا خلاف لكن دعين أقول لك من الخطأ الشائع وسط الكثير من الذين يتحدثون عن إعلان جدة أنه فقط تحدث عن خروج قوات الدعم السريع إعلان جدة تحدث عن خروج كل القوات العسكرية من الأعيان المدنية وتحدث أيضا عن إعاد عن القبض على المجموعة من قادة النظام السابق الذين فروا من السجن الذين بعضهم يقود القتال الآن من شرق السودان إذا تحدثنا عن تنفيذ مطالب جدة هناك الكثير الذي يجب أن تقوم به الحكومة الأمر الرباغ أيضا هناك ما لا يقل عن 15 سجين تم تهريبهم من السجن والآن هم طلقا بينهم من قادر البلاد ويعيش الآن كحياة رغدة في تركيا وفي بعض الدول المجاورة وبعضهم في الخليل لذلك أنا أرى أن الحديث عن تنفيذ الإعلان يبدو لي هو محاولة تحقيق هدافة عسكرية بوسطة شروط التفاوض هذا ليس من الحكمة وأنا الآن أرى أن حكومة السودان وحكومة الأمر الواقع تتعامل مع الشعب السوداني تقول للعالم إذا أريدتم أن تغيثه 25 موليون مواطن سوداني يجب أن تفعلوا لي ما لم أستطيع فعله بالبندوقية هذا جنون هذا لا يقدم المفيد هو التفكير ما هي أين هي مصلحة الشعب السوداني أين هي كرامته هل في صيانة حياته أم في التمثق ببعض الإجراءات التي تلاقي متلها كل هذه الأمور تتغير التفاوض ليس هو مدخل وحيد وعلى أن جدا ليس هو الأول والأخير نحن قلنا يجب التمسك بالاتفاقات السابقة التي يبنى عليها ولكن ربما تحدث في الواقع إذا استمرت الحرب 10-15 عام لن تجد من يتحدث عن الميتاغ أو إعلان جدا سيتجاوز التاريخ هذا الأمر دعونا نفكر فيما يمكن أن يحقق السلام هذا ما نقوله وما ندعو عليه وما نتمنىه ونرجو اليقوى في غيات القوات المسلحة أن يتحلوا بالصوت الحكمة والعقل وأن يجنب الشعب السوداني المزيد من العذابات والجراحات والنزوح استمرار هذه الحرب فشل المفاوضة واضح سيد خالد سيعني أمرا واحدا توسع دارية الحرب والمزيد من اللجوم والنزوح لسودانيين سيد خالد ما رأيك فيما قاله سيد بكري الجاك وهناك مرة بأن الموقف الذي صدر عن الوزير أبو نمو بأنه مخيب لألاف أو لملايين السودانيين هل يتحمل الجيش تبعات إفشال مفاوضات جناخ وبالعكس على الصعيد الشعبي صحيح أن هناك معاناة كبيرة جدا يعيش الإنسان السوداني ولكن بالطبع أن السودان لا يريد أن يعود إلى دائرة الحروب من جديد ويريد أن يؤسس الاتفاق سلام أو مفاوضات مبنية على مصلحة الأمة السودانية ليس صحيح أن السودان أصر فقط على إبعاد دولة الأمارات السودان قدم الهيقات كمثال أيضا من ضمن الشروط أن لا تكون طرف من هذا الحوار وبعض الدول غير الأمارات ولكن إدارة أمريكية قبلت بالشروط التي تتصل بالإيقاظ وبعض الدول ولكنها لحّت على موضوع الأمارات وأنا لا أتحدث كما يتحدث ضيفك الآن من بحي خيال أنا أتحدث بمعلومات وإلا ما كنت تحدث بمعلومات لما كنت يتحدث إليك هكذا ثانيا الحديث عن أن اتفاق جدا لم يشمل بنود إخراج المواطنين من دعم المليشي من منازل المواطنين هذا تفكير تسطيحي أنت عندما حاول ليزر عن حكومة السودانية التي تقول أنك يجب أن تغبض على سبعة أشخاص مغابل أن نخرج من بيوت ملايين الأشخاص أين هو الأولوية في هذا التنفيذ يعني حتى إذا سلمنا جدلا أن الحجة ربما تكون باهتة لحد كبير لكن أليس من العقل أن تطالب بيرجع 40 مليون سودان إلى منازلهم آمنين متعالجين متعلمين عايشين حياة طبيعية مغابل سبعة أشخاص يمكن أن يطارد ويلحق وفي فترات لاحق ينخالفوا الغانون أنا أعلم أن الحكومة اضطرت لإطلاق صراح بعض السجناء في بعض المدن الآمنة ربما التي كانت مهددة بيدو تنخل قوات الدعم المليشية ولكن زاكرتنا لا تزال صحية الدعم السريع أطلق السجناء في مدرومان في السجون في سجن مدرومان في كل السجون التي في المدن التي دخل إليها في الأسابيع الأولى صحيح أن وزير الشرطة وزير الداخلية قد أفاد أن الشرطة نالت بعض التوقيعات من بعض المعنيين لكي يعود ويسلم أنفسهم بل استمعنا إلى تزيلات صوتية لأحمد هارون كمثال هذه كلها فقعات لاجب أن تمر هكذا نحن نتحدث عن واقع الواقع يطالب إخراج غوات الدعم السريع من مناظر المواطنين أنا أسأل سؤال هنا لماذا لا يدخل تدخل غوات الجيش في مناظر المواطنين في كل المدن التي يقيم فيها الجيش الآن ولماذا يهرب الناس من مناطق الدعم السريع إلى مناطق الجيش الحديث عن أن الجيش هو يجب أن يقدم تنازلات الجيش يقدم تنازلات ليلة نهار وإلا أن كانت الحرب قضت على الأخضر وليابس منذ فترة طويلة أنا أعلم أن هناك مجموعات سياسية تمر المشروعات خارجية يتواصل مع المبعوثين الغربيين دون غيرهم من أبناء السودان وأنتفضل ضيفك الكريم أن المبعوث الأمريكي يتواصل معه قبل دخول لهذا البرنامج صحيح أنه متحدث باسم حركة تغدّم ماذا تعني تغدّم أنا بالنسبة لي ولكل مواطن سوداني هذا تغدّم وبكر الجاك هذا لا يستطيع أن أستعد الآن لا يستطيع أن أروح إلى بورسودان قضا صباحا أتحدّ بكر الجاك أن يسهب معه إلى بورسودان بكرة غدا صباحا وانا أقطع له التسكرة I'm ready to offer him a bright flight ticket حتى لأنه شخص أن الأمو فقط سيد خالد الأعيسير أنه كمان سيد بكر الجاك كان يتحدث عن أمور جوهرية لا أنا أتحدّث عن أمور جوهرية هو لا يمثل الأمة السودانية المبعوث الأمريكي يجب أن يعلم عبر شاشتكم المشاهدة أن المجموعات التي يتحدث معها ويتواصل معها لا علاقة لا بالمنظومة المجتمعية السودانية ومطالبة وفغل غوانين السودانية وملاحقة وفغل أن تربونا الآن هناك مذكرات اعتقال في حق هؤلاء ولم يستطيعوا الزهابة إلى الخرطوم وقعوا اتفاق شراكة مع الدعم السريع في 2 يناير في هذا النسبة مع معلوم كيف لك أن توقع اتفاق شراكة مع الدعم السريع الذي يخطر ويقتصب وينهب أنا أتحدّث عن أفكار عامة لا أعتقد في شخص بالمناسبة أنا أتحدّث عن المبعوث الأمريكي لماذا لا يتواصل مع القوى الأخرى ما رأيك سيد خالد بأن هناك بعض الأطراف الذين يعتبرون بأن هناك جماعة من القوات المسلحة لا تريد الحل السلمي وذلك بالنظر إلى تعنت القوات المسلحة فيما يخص المفاوضات ما رأيك في هذه الجزئية تحديدا القوات المسلحة ليست متعنتة كما ذكرت لك هي ذهبت إلى جدة وفغت إرادة كاملة للوصول إلى اتفاق سلام في مايو في الأسبوع الأول للحرب وقعت اتفاق إعلان المبادئ في 11 مايو 2023 بعد أسابيع قليلة من الحرب وقعت الاتفاق جدا معروف بعشرين مايو 2023 المؤسسة العسكرية جادة إلى أبعثة للوصول إلى اتفاق سلام كل الأبواب التي طرغتها الوساطات المعتدلة لكي توقف الحرب كانت الحكومة السودانية تلبي تلك الشروط لكن الدعم السريع هو الذي التفى بحكم الإعاز من الغوة السياسية التي تريد أن تركب على ظهر الدعم السريع لكي تعود مرة أخرى إلى المشهد الشعب السوداني الآن يعي تماما أنه وتدعم السريع هي حسان ترواضة للغوة السياسية التي تربط كل اتفاق وكل بادرة سلام تلوح في الأفق بربطها بقضية سياسية صحيح أن جينيغا تؤكد أنه لا ملف سياسي ولكن تواصل المبعوث الأمريكي مع غوة سياسية بعينها دون الآخرين هذا يدلل إلى ما يتلتب عليه الحال بعد الوصول إلى اتفاق سلام بين المكوينين العسكريين وأنا أريد أن أشير مع من حتى لا أطيل كذلك على سيد باكر جاك أطلت عليه لكن بعجالة مع من يجب أن يتواصل الأمريكيون الأمريكيون في هذه المرحلة لا يجب أن يتواصلوا مع أي غوة سياسية في شأن سياسي سوداني نحن دولة حرة ذات سيادة نراقش قضايان السودانية فيما إذا سودانية حماية تحوار سوداني سوداني داخل السودان عندها يمكن لباكر جاك ومجموعة وكل الغوة التي هي ليست ملاحقة قضائيا أن تجلس في طاولة التفاوت هم الآن بنراسر هل أسوأ من حال الكيزان نفسهم الكيزان لم يشردوا 45 مليون والملاحقين من قبل الكيزان الذين وضعوا سيد باكر حتى لا نبقى في إطار تبادل الاتهامات اسمح لي أن أحول هذه النقاط كذلك إلى سيد باكر الجاك الجيش السوداني والحكومة السودانية راغبة في الوصول للاتفاق السلام يا أستاذ أنا أؤكد لك ذلك وإلا ما كان ذهبت إلى جدة وأكثر ما هناك شروط تستوفي يعني تنفيذ اتفاق السلام يحتز للأمة السودانية كرامتها وللدولة سيادتها الحكومة السودانية لنتمانع في ذلك على المطلع سيد باكر الجاك اليوم هل تعتقد بأن لدى كل الأطراف من بينها قوات الدعم السريع الرغبة في تقديم تنازلات على فرض بأن مفاوضات جناف قد تمت بالشكل الذي يأمله جميع السودانيين هل لدى الأطراف قدرة أو حتى إرادة على تقديم تنازلات لإنجاح هذه المفاوضات سيدتي أنا حقيقة سأترفع عن الرد على بعض الحديث الذي هات من ضيفك لكن دعيني أوضح بعض الأمور ليس دفاعا عن المبعوث الأمريكي للأمانة المبعوث الأمريكي يتحدث مع كل السودانين حينما ذهب للقاهرة التقى بمجموعات من الديان السيسي والتقى بمسيد مبارك الفاضل والتقى بالعديد من المستقلين السودانيين هذا أمر ليس فيه غرابة هذه في طرق العمل الدولماسي أن تفهم توجهات نظر العديد من الأطراف السياسية هذا ليس فيه ليس فيه خصوصية كونه تحدثت معه وتحدث هو معه لا قيمة لهذا الأمر ولا يدلل على شيء الأمر الثاني أتمنى أن يقف ضيفك عن توزيع الاتهامات والتهديد بالوعيد أنا مواطن السوداني من حق ياسب إلى أي مكان فكرة أنك تتمسك بالسلطة وتصادر الأوراق الثبوتية وتحدد عبر نظام قضائي ليس له أي شرعية من هو المتهم من هو المدان هذه الشمولية بعينها التي تسعون إلى توطينها مرة أخرى ليعادة النظام القديم وهذا مقادر الحول دعينا نتحدث عن ما يفيد الشعب السوداني لا يهمه الآن بكري الجاك ولا أستاذ خالد الشعب السوداني يهمه كيف يمكن صناعة السلام صناعة السلام تعني أن هناك أطراف تتقاتل هناك أطراف يقول أنه مستعد للزهاب للتفاوض ولقد سمعنا وقد قرأنا وقد قالت حتى الوساطة أنها تلقت رد مكتوبة من قيادة قوات الدعم السريع بالقبول بالزهاب للتفاوض وبالمشاركة بمستوى قيادة رفيع الآن تمت الدعوة للحكومة السودانية أو لغيامة الجيش تقدمت غيامة الجيش بأنها تدرس هذا الطلب لو تتبعنا حيثيات الدعوة منذ أنها قدمت من وزير الخارج الأمريكي طالبت الحكومة السودانية بجراء مشاورات مع الحكومة الأمريكية وطالبت أن يتم مخاطبة السيدة الفريق عبدالفتاح البرغان كرئيس مجلس السيادة قبلت الإدارة الأمريكية بأن تتم الدعوة للفريق عبدالفتاح البرغان كرئيس المجلس السيادة طالبت الحكومة السودانية بأن تتم مشاورات مع الإدارة الأمريكية قبلت الإدارة الأمريكية وذهبوا وفد إلى جدة ذهبوا بشروط قبلت بعضها الإدارة الأمريكية وربما لا تقبل بعضها أنا ليس لدي تفاصيل كامل عن هذا الأمر ولكن ما أعلمه أن في هذه اللحظة التاريخية إذا رفضت سلطة الأمر الواقع وقيادة القوات المسلحة الذهاب إلى جينيف هذا ما سيتعامل معه العالم أنها هي الجهة التي ترفض السلام الوسيط سيفكر أن هذه هي الجهة التي ترفض السلام والأمان هناك جهات داخل القوات المسلحة من الأطراف التي تقاتل من بينها ما يسمى بالتحالف المال والسلطة ويسميه السودانيون الإسلاميين الكيزان غيرهم هؤلاء القوم من بينهم ما لا يريد سلاما بالسودان من بينهم من يفكر أنه بإمكانه استعادة السلطة عبر البندقية مرة أخرى كل هذا لا يفيد صناعة السلام طريقها واضح المفاوضات والتفاوض من غير الشروع إذا لك أي حجة تتعلق بما كان وما يكون من السهولة أن يكون هناك سجال أنت لم تفعل ذلك وليكون الحديث قيمة أخي خالد أتمنى أن لا تتمسك بما يسمى تترك الجوهر الموضوع وتتمسك بالأطراف أنا حتحدث عن أن الإعلان جدة ليس فقط تحدث عن خروج الناس من البيوت وقلت أن الإعلان به مجموعة من النقاط وإذا أريدنا أن نتحدث عن إعلان جدة يجب أن نتحدث عنه كاملا وأنا معك ليس من حق قوات الدعم السريعة أو أي قوة عسكرية أن تجلس في مساكن المواطنين وليس من الحكمة للطرفين أن يخوضوا هذه الحرب في المدن إذا كان الحرب مثالية يجب أن لا تكون على أجساد المدنيين نحن نتحدث الآن عن كيفية الوصول إلى سلام هناك طريق وهناك دعوة مقدمة وهناك دول ستشارك كوسيد لماذا لا توافق حكومة الأمر الواقع في برسودان وقيادة القوات المسلحة بالجلوس للتفاوض وأن تدير هذه العملية بأن تبدأ القضايا التي تود أن تتحدث فيها كشروط يمكن أن تقولها في طاولة التفاوض العالم سيعاقب والسودانيين الذين يتحدث خارج بيسمهم ويقول أنهم كذا وكذا نحن أيضا نتحدث مع الملايين من السودانين ونعلم لا أنت تمثل الشعب السوداني ولا أنه مثل الشعب السوداني نحن نتحدث باسم مجموعة من السودانين انتظموا في تحالف عريض لوقف الحرب ضد الحرب أي كلام عن أننا وقعنا إعلان وأيضا نحن تواصلنا مع القوات المسلحة ويمكن أن نوقع معها إعلان هل ستقول أننا الآن جناح سياسي القوات المسلحة هذا حديث لا قيمة له من يفكر في صناعة السلام يسأل نفسه ماذا يريد السودانيون الآن أنا أقول لك وقد حضرت من القاهرة تغيرت بما علاقة عن 800 شخص زرت مع عسكرات اللاجئين أتحدث إلى الذين يقدمون الناس وغرف الطوارف مع عسكرات النزوح الجميع يتحدث عن كيف يمكن إسكاة البنادق والعودة إلى بيوتنا الحديث عن الشروط لا قيمة لكرامة من مات يا سيدي إذا نحن نفكر في كرامة السودانيين يجب إغاثتهم من الموت قبل أن نتحدث عن كرامتهم وهم يموتون هذا هو التفكير العقل السليم كيف يمكن درء مفسدة أكبر بتحمل مفسدة أصغر وهذا هو مبدأ التفاوض شكرا جوزيلا فك أما فيما يخص تقدم أنا قد صرحته من زمدة وقلت نحن لسنا طرف في هذه العمليات التفاوضية تقدم ليست مدعوب ولا وهذا ملف معني بقاضيتين وقف الإطلاق النار والملف الإنساني فالتسهب حكومة السوداني فقط لذيق الوقت سكرا وضحت الصورة سيد بكري الجاك أشكرك سيد بكري الجاك الناطق الرسمي باسم تنسيقية تقدم كنت معنا من كامبالا وأشكر كذلك سيد خالد العصر الصحفي والمحلل طيب سيد خالد معك دقيقة تفضل على عجالة على عجالة الأخ بكري تحدث بخطاب العقلانية في هذا الختام وأنا أعود لأجدد الفكرة التي بدأ بها البرنامج لا أحد في السودان يطالب باستمرار الحرب في السودان كلنا نعيش هذه المرارات وهذه الآلام ولكن لا نريد للسودان أن يوقف هذه الحرب مع عجاء عصابات مرتزغة عبر حدود بلاد اختصبت النساء ونهبت لكي نوقع معهم اتفاقا سياسيا ونتمهى مع مشاريعهم السياسية وإلا ما قيمة الإنسان أصلا ليس فقط في السودان في العالم هذه ويبقى التشريعات السماوية والعرافة الدينية والأخلاقية قبل كل شيء يجب أن تدافع عن وطنك وعن بلدك وعن مصالع أمتك مهما كانت التضحيات علما بأننا كنا أول من كتب مبادرة لوقف الحرب في السودان قبل أن تولى التغدم لكي نزيح هذا الكرت بعيدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك سيد خالد الأعيسر الصحفي والمحلل السياسي حدفتنا من لندن أكرر شكري لسيد بكري الجاك الذي حدثنا من كامبالا شكرا لك قالت الخارجية السودانية إن حكومة السودان تتابع باهتمام معاناة لاجئين السودانيين في شرق شاد خاصة في منطقة أدري بسبب توقف المساعدات الإنسانية عنهم منذ ثلاثة أشهر وأشارت الخارجية السودانية إلى أن الحكومة تلاحظ ضعف الاهتمام الدولي بأوضاع اللاجئين السودانيين في دول الجوار وضآلة المساعدات الإنسانية التي تصل إليهم ولحوالي 11 مليون من النازحين في الولايات الآمنة رغم الحاجة الماسة لسيما بعد الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها مناطق مختلفة في البلاد وأشارت الخارجية السودانية إلى أن بعض الجبهات تثير ضجة غير مبررة بشأن فتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات بالتركيز المشبوه على معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد ومدينة الجنينة بغرب دارفور وتجاهل كل المعابر المفتوحة مع دول الجوار في الوقت الذي تهمل فيه احتياجات اللاجئين السودانيين داخل تشاد واجددت الحكومة السودانية رفضها لما وصفته بتسيس العمل الإنساني مناشدة أن المجتمع الدولي تقديم المساعدات العاجلة لكل من هم في حاجة إليها من النازحين داخلياً ولاجئين في دول الجوار والمتضررين من السيول والأمطار لمزيد من التفاصيل عن الأوضاع الإنسانية في السودان ينضم إلينا عبر الإنترنت من بور سودان السيد جاستين برادي رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أهلاً وسهلاً بك سيد جاستين حذرتم كثيراً من خطر المجاعة ما هي تقديراتكم الحالية الوضع الحالي في السودان هو ملح جداً ويسوء يوماً بعد يوم وقد حذرنا من أشهر وحتى منذ إبريل مع ذكرى مرور عام على هذه الصراع المحتدمة وأسوأ حتى ما سبق نحن قلنا بأن هناك منطقة قد تم تصنيفها على أنها تحقق شروط المجاعة قبل عشرة أيام وقد وفقتها لها لجنة متخصصة متعرف عليها دولة من خبراء الأمن الغذائي وهذا التصنيف الذي رفضتها الحكومة والتي قالت بأن البيانات غير متاحة مجاعة أو غير مجاعة وربما جداً لا يصبوا في صالح الناس الذين يعانون الآن والذين يعانون من هذه المجاعة عن هذه المعاناة سيد جاسين ما هي أبرز المناطق التي تدقون فيها نقوص الخطر فيما يخص المجاعة وباقي أوجه المعاناة الإنسانية أود أن أقول بأن المجاعة هي ليست مقصورة على تلك المنطقة التي صنفت على أنها خطرة في منطقة الفاشر شمالي دارفور وهي منطقة تهاجمها قوات الدعم السريع والتي تعوق حتى قدرة على الاستجابة لظروف المجاعة الموجودة هناك لكن هذه الظروف أيضاً موجودة في ثلاثين منطقة أخرى وربما حتى في أماكن أخرى موجودة في دارفور وفي الخرطوم حتى عاصمة البلاد ذاتها ومنطقة الجزيرة في جنوب الخرطوم والتي يفترض أن تكون سلة الخبز وتعام في هذا البلاد إذن المجاز المزارعين حتى غير قادرين على الحصارة فكيف نقف في هذه المجاعة ومجدداً هناك مخاوف من معاناة وفيات مرتبطة بهذه المجاعة هل لديكم أنتم في الأمم المتحدة خطة طوارئ تعملون من خلالها لإرسال بساعدات إلى هذه المناطق وهنا السؤال الأبرز ما هي العقبات أمامكم؟ أي خطة تحتاج إلى موارد كافية نحن وصلنا إلى ثلثي الموارد التي تستخدمها في العشرين أربع عشرين وهذه غير كافية لمساعدة أولئك الذين هم في أوضاع ملحة جداً علينا أيضاً أن نتجانب نتجاوز أولئك الذين حتى هم مصنفون في أنهم يواجهون أزمة لأنهم ليسوا على عتبات الموت ولم يعودوا الآن أولوية بسبب نقص الموارد التي لدينا والمشكلة الأخرى التي لدينا إمكانية الوصول إمكانية الوصول أولئك الذين هم في أماس الحاجة المساعدة وكما قلت بأن القتال مقتدم حول الفاشر وهو يعويق منطقتنا على إيصال خدماتنا وقدرتنا على الوصول إلى هؤلاء الناس لقد عانينا من عجز الحكومة ونود أن يتم رفع جميع أيضاً العوائق الحكومية الإدارية نود أن يكون لك احترام للعمل الإنساني لحتى يستطيع الوصول إلى مناطق الصراع وإلى أولئك الذين هم بحاجة إلى مساعدات ملحة نعم لكن ما فهمت منك سيد جوستن إذن أن هناك عوائق أخرى تسجلونها كسبب يشارك في مأساة السودانيين ليس فقط الأعمال العسكرية ضعنا في هذه الأسباب كما ترونها كما قلت مسألة الوصول أو الولوجي هي تعيقنا عن الوصول إلى المناطق حتى لو جهزنا شئش قافلة والمسألة التي تتعلق هنا بالطعام وأنها مواد المياه مواد النظافة وكلها إذن أولويات الحياة أساسيات الحياة الضرورية لا تصل إلى الناس ممجددا هذا بسبب عوائق تتعلق بالنقاط التفتيش والتصاريح حيث يتم إيقافنا وتوقيفنا من المتكرار وبسبب استراعي نفسه لا يمكننا الذهاب إلى مناطق فيها قتال لأنه كما قلت بأن القتال في جنوب البلاد وفي دارفور هو أكثر حدة مما كان عليه في الماضي وأخيرا هناك الأمطار لا يمكننا تفاوض مع المطر فالفيضانات تعيق مناطق العبور من أدشاد فهنا لديها تففيض بشكل متكرر نعم هنا نتحدث إذن عن المجاعة نتحدث كذلك عن الأوبئة ونتحدث مؤخرا عن الفيضانات والأمطار ما هو تقديركم لما يواجه السودانيين هنا والتحديات أمام الأمم المتحدة ومدى استجابتها لهذه الأوضاع أتحدث حتى عن المعاناة التي نواجهها لأن أمامنا عمل علينا القيام به بالرغم أنه يزيد صعوبة بسبب الطرف المتقاتل أما معاناة السودانيين فلم يمكن أن تخيلها هذا البلد قد تحول من بلد مضطرب إلى بلد يعاني من فوضى تام الولايات المتحدة الأمريكية تود جمع الأطراف المتقاتلين في هذا الأسبوع وقد عرفنا اليوم بأن الحكومة لن تحضر وبالتالي لا توجد أفاق لوقف إطلاق النار والمعاناة إذن ستسوء وتتعمق بمرور الأيام في بعض التقارير التي صدرت عنكم في الأمم المتحدة تحدثتم حول صعوبة وخطورة الوضع حتى أنكم ذكرتم أن بعض الناس في السودان يأكلون ورق الشجر بتقديركم ما الذي أوصل الوضع إلى هذا الحد نتحدث هنا عن الأسباب الداخلية ولكن نتحدث بشكل أكبر عن الأسباب الخارجية هذا صراع سمح له بالامتداد أكثر ما يحتاج المشاركة المجتمع الدولية مجبا أن تزيد والضغطات على الأطراف إلى وضع السلاح وأتولى طاولة المفوضات يجب أن تزيد نحن كعملين في المجال الإنساني ليست لدينا الأدوات في متناول أيدينا إذا ما تم عاقتنا ومن دون الموارد الكافية فهناك قدر يسير من مستطيع القيام به سيد جاستين أيضا أنت كنت قد أشرت إلى أزمة موجودة بموضوع الإمدادات وكذلك التمويل هناما هي الجهود المطلوبة على الأقل لسد هذه الثغرة أو لحل هذه المشكلة من هذه الزاوية تحديدا نحن لدينا ثلث الموارد التي طلبناها واستخدمنا ثلثين من مهمة خصصة هذا العام معادلة حسابية بسيطة بحاجة ملايين من الدولارات لمساعدة الناس ليستفيدوا من الفرص إذا ما تتيحت لإصال المساعدات كان هناك بعض الحديث بأن المال سوف يتاع عندما يكون هناك أمكانية وصول إذا تم التعهد بالأموال وتصل إلى الأطراف تحتاج إلى ستة إلى ثمانية أسابيع حتى الترجمة على أمور على الأرض سواء من المشتريات وتوظيف التواقم اللازمة وأيضا وضع خطة الإمداد لكن هذا الوقت والتأخر سيقتل المزيد من البشر وجه خطير آخر من أوجه معاناة السودانيين هو العنف الذي يواجه النساء السودانيات أيضا إذا كان لديكم أي تقديرات بهذا الشأن حول خطورة ما يواجههن هذه حرب كانت منذ البداية ضد النساء والفتيات العنف الجنسي كان أداة مستخدمة خاصة من قوات الرادع السريع نحن نقول بأنهم قد ارتكبوا أنفسهم ولكنهم خلقوا ظروف اللواتية لارتكابه وبالتالي هم يطلعون بالمسؤولية إن أيضا وصمة العار لإعتداء جنسي والاقتصاب كما في المجتمع السوداني وغيره من المجتمعات هو قوي جدا وفقط قلة يرفعنا التقارير ولدينا حتى تقارير عن من ارتكبنا الانتحار عوضا عن إيش بوصمة العار وهناك أطراف تحاول أن تقيم لكن ما يمررن به في كل يومي كناجيات من اعتداءات جنسية وأيضا النزوح من هو مسؤول ومن أن ينتج عنه أن الأم هي من تهتم بالعائلاتها والتي تقطع فيها مئات الأميال فبالتالي الأثر الذي سيترتب عليه ليس اليوم لكن أعواما قادمة وحتى أجيال أفعلها في السودان سيد جوستين اليوم أمام كل هذه الأوجهة المعاناة التي تشير إليها وتتحدث عن هناك تقارير لديكم حولها ما هي الأولويات أمامكم وهل برأيك هناك أي مؤشرات تسمح بالتفاؤل إذن من الصعوبة أن نجد هذه مؤشرات للتفاؤل قد يسير من يدفعنا للتفاؤل فكما قلت المفاوضات التي كانت ستعقدها المتحدة الأمريكية سنرى طبعا إذا كان هناك تغيير في المواقف وتأتي الأطراف للتفاوض لكن الآن لا يوجد أي تؤفاق للسلام والأمطار تتسبب الفيضانات والسيول وتعيق بقناة وصولنا وستتسبب بأمراض وأوبئة ونحن نرى مناطق ينبغي أن تحصد لا يتم حصادها وهذا طبعا سيزيد الأزمات قد يسير مما يدفعنا للأمل هنا لكن نحن في كل يوم نستيقظ ونحاول بذل أقصى من فسعنا لدفع الأطراف ليكونوا يسمحوا لنا أن نعمل بالموارد القليلة التي بين يدينا من أجل أن نأتي ببعض الأمل لدنينا الذين ينظرون أو يتراقبون المجتمع الدولي لأن يهب لمساعدتهم وبحديثك عن المفاوضات الأمم المتحدة المفترض أنها عضو مراقب في المفاوضات التي كانت من المفترض أن تعقد في جناف بعد أيام هل أبلغتم رسميا من قبل وفد الحكومة من قبل القوات المسلحة بأنها لن تكون مشاركة في هذه المفاوضات وذلك استنادا على التصريحات التي صدرت عن الوزير أبو النمو كانت تصريحات سمعنا عنها من وسائل التواصل الاجتماعي ولكننا كتواقم إنساني أننا لا شأننا بهذا هذه مسائل سياسية لكننا نعتمد على الأمور السياسية سواء كانت معلومة المتحدة وفي يوليو ومع السيد أمام البعوث الخاصة من المتحدة أو حتى من قبل الولايات المتحدة الملكية في هذه الحالة نحن نعتمد على الأطراف السياسية من أجل أن تجلب الأطراف المتحاربة لإنهائي الصراع هنا لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة والأمور تسوء نحن مستعدون للحديث عن تحديات الوصول ومعاناة السودانيين والتي نتأمل أن يأخذها الطرفين بمتها الأهمية ولكنهم لا يقومون بذلك والصراع ممتد ومستمر أمام هذا الصراع الممتد سيد جاستن بكل ما يحمله من أوجه معاناة لسودانيين ما هي رسالتك لإنهاء هذه الأزمة رسالتك لجميع الأطراف داخليا خارجيا لإنهاء هذه الأزمة على الأقل من شقها الإنساني السؤال هو مطروح ما الذي ستكسبونه ما الذي ستكسبه أي من الطرفين في نهاية النهار البلد وقد دمرت الشعب عانى ومات واستغل قليل ما الذي ستكسبه في نهاية المطاف من أي من الطرف عندما يكون هنا لكفائز ولن يكون هنا لكفائز لما استمرت الحرب ما تبقى اليسير الذي ستتبقى في النهاية سيصعب تبرير ممارسة هذه الحرب ولهذه الأشهر الطويلة وبجدد المجتمع الدولي على تيقه المسؤولية أيضا هنا نعم شكرا جزيلا لك من بورت سودان السيد جاستين براد رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية في السودان أشكرك وفي ذات السياق الإنساني قال الهلال الأحمر بولاية نهر النيل في تصريح خاص للجزيرة مباشر إن أربعة وثلاثين شخصا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات جرى اجتياح سيول عارمة مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل شمالية السودان ووفقا لإحصائيات أولية للهلال الأحمر فإن السيولة دمرت أكثر من أربعة وعشرين ألف منزل في المدينة وضواحيها ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر تأثير السيولة الجارفة على حي القوز بمدينة أبو حمد ورصدت كذلك معاناة المواطنين المتضررين جراءها نتابع حقيقة طبعا يا إبني والحقيقة نقول الحمد لله في قدر والله طب بالناس الناس تقريبا مع الأمثية كده فالناس يعيش حياتي عادية ففجأة جاتنا الأمطار وكانت مطار غريبة شوية على البلد يعني مطار دماغة تأتي بمستوى زيادة فالناس قاعدة في البيوت والمطار غزيري جدا وفجأة الحيشان يتملد والناس حسوا أنه وطبعا أغلب البيوت هنا بيوطين يعني معادها 3 أو 4 بيوت شوية مؤسسها فحسوا أنه الوضع خطير يعني فلكن برضو كان ما عنده حل يعني قاعدين والدنيا ظلام وبيحاول يغرفوا في الموية عشان تطلع برها فصدف بعد فترة عندنا وحقون يسمع وضل جامعة شجاري من هناك وبيقول لك للناس يا أخواننا أمرقوا أمرقوا سير جاكم فطبعا حصل رعبي شديد جدا والناس ما عندهم فكرة عن كلام ده أنا شخصيا يعني طلعت بأولادي بس وصلت طلعت قطي خطوطين ففوجيت يعني أنه الموية هنصت لي هنا وزوجتي إذا تخش في حال وبيتي بي جاي وولادي شاهد له طفل وهكذا أي واحد حاول يخطف له طفل ويمسك له بيت ولا مرة عشان يتخرج به عشان بس نقطع من حتة دي لجاي حتة شوية هناك عالي شوية نغاما فعشان مهمة شيئنا بيها فكات مجازفة يعني السهل يعني جارفنا يعني وبيغوب بعد انتفاق غريبة جدا والله طبعا فتحنا الصحين الصبح أنا الشخصين وقفت على الحطبة هنا عين تجاي ما فهمت حاجة ما فهمت أي حاجة لأنه ما في حاجة قدامي يعني لا بيت لا بيت جيراني لا بيت ما في حاجة فطبعا قدنا لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إله راجعون يعني الحمد لله هو اللي حصى الكاميرا كذا بتصور في الدمار الحصل لأبو حمد يعني الكارثة كبيرة جدا جدا والمواطن طبعا زي ما عارفين حال الحريب وجاد عليه الكوارث وهنا وما في يده في حاجة نحن بناشد المنظمات المنظمات هي التي تدعم المواطن بتاع أبو حمد الحمد لله ما زال المواطن بتاع أبو حمد يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى ده الحاجة المقويانة يعني الحمد لله رب العالمين كل ما تنشي لزول في بيته أو هنا بقول لك الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين هو كارثة البيوت انتهت يعني تماما يعني لحد الآن نحن ما وصلتنا ولا مشمع ولا أي حاجة ولا فرز شفت نحن قاعدين في العراء تماما نحن ذاته شنون بين عائل الناس الكبارين نحن ذاته نفسيات تعبانة عايش نفسيات تعبانة نحن ذات عيش معه نفسيات يعني يوحد تنقاو بيته عفشو تحت ما لاجه حمامات ماف إيش مافي سوق ماكسر يعني أي زول عنده قروش قروش وحد يتحت هنا في المويد تلفونات يعني ذاته حتى كانت تصرف تلفونا مافي حاجة وغاية شغلة كده غريبة خلاص محتاجين والله الحمد لله لأسنة ما محتاجين حاجة بين الصرف وحد التم والراجد والبحر قدام لكن احنا مشكلتنا في نشفع في الأطفال في الناس النازحين المعندة وناها الهين المعندة نحن الآن نزل بلد الحمد لله بين عين شباين دون مشكلة لكن أنا ما بتكلم عن نفسينا أنا بتكلم عن الناس النازحين الجونات أصلا جابونا الحرب وسيقعدين هنا النازحين لا لاقين محال يقعدوا فيه لا لاقين أكل لا لاقين شراب لا لاقين علاج لا لاقين حمامات هذا البلد دي بعد المغرب مرتكة تقوى عشر دقائق بقوضة كده مباهر غزار مشاهدين نهاية هذه التغطية للتطورات في السودان يمكنكم دوما متابعة آخر التطورات عبر موقع الجزيرة مباشر وصفحة الجزيرة مباشر السودان على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا جزيلا للمتابعة في أمان الله